السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نلتقي مجددا أيها الأحب الكرام لنتحدث عن هذه الفاجعة وعن مخلفاتها وأيضا عن ما تضمنته من خيرات وبركات فكما يقال رب دارة نافعة جميع المغاربة لا زال لحد الساعة قلوبهم وجل من هذا الحدث المؤلم الذي يجسد عظمة الله ويبين قدرته فالله تعالى على كل شيء قدير نستوعب قدرة الله تعالى حينما قال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه نستحضر العظم الإلهية ربما هذا الحدث له دلالات وله عبر وله عدة مضامين ربما من أبرزها هو تقوية الإيمان في قلوب العباد فبعضنا كان غافلا بعضنا ربما لا يستحضر هذه العظمة هذا الجلال هذا الحضور الإلهي القوي في حياتنا فلما رأينا هذه الزلزال هذه الهزة الأرضية القوية رأينا الناس تقريبا جميعهم بدأوا يشعرون بالخوف من الجليل سبحانه وتعالى ورأينا منسوب التدين بدأ يزداد في قلوب عباد الله يكفي أن هذه الأيام المساجد صارت ممتلئة بالمصلين حتى الفجر فصار هناك صفوف كثيرة عند صلاة الفجر بشكل غير معتاد وهذا خير عظيم فيقال بأن هذا تنبيه للغافلين وكان منا غافلون الآن صاروا منتبهين يقضين فالحمد لله على هذه النعمة نعمة ثانية أيها الأحباب الكرام أننا عقب هذه الفازعة هذه الفاجعة وهذا الخوف رأينا حملات كثيرة تم تنظيمها في جل بقاع المغرب حملت تضامن وحملت تآذر أولها مراكز تحاق الدم استقبلت الكثير الكثير من المتبرعين كبار وصغار رجال ونساء حتى أنهم المشتغلون بهذه المؤسسة قالوا لم نشهد هذا التدفق البشري الكبير من المتبرعين منذ تأسيس هذا المركز دلتح قندم وهذه أيضا نعمة كبيرة فالمغرب فيهم الكرم وفيهم السخاء ويحبون الحياة ويهبون لإنقاذ الأرواح البشرية أنا عن نفسي لما ذهبت وأتبرع لمركز تحاق الدم لم أجد فرصتي لأن هناك صفوف كثيرة بالعشرات إذا لم أقول بالمئات الناس كلهم وجميع الأطياف جميع الأصناف كل الناس سبحان الله يجمعهم القيم الإنسانية والرحمة التي في قلوبهم ثم رأينا أيضا حملات إنسانية أخرى قامت بها جمعيات المجتمع المدني التي هبت من أجل تقديم المساعدة المساعدة العينية من طعام وشراب وألبسة في عدة أماكن من المملكة الشريفة رأينا الخيام تنصب في وسط المدن والناس يأتون بما قدر الله عليهم فأحياء الشعبية في الأماكن البسيطة هناك خيام تجد الخيمة الكبيرة وفي وسطها الرأي المغربية وبعض الحرس من القوات المساعدة والناس يأتون إما بالسكر وإما بالزيت وإما بالضقيق وإما بالأفرشة وإما بالأغطية وإما بالملابس أكوان كومة فوق كومة ثم لما يتجمع هذا الخير تأتي الشاحنات وتنقلها للأماكن المتدررة في زلزال الحوز فعودة ميمونة للتواجد للجمعيات المجتمع المدني بعد أن تخلت عن أدوارها الطلائعية وبعد أن نسج حول الجمعيات الكثير من التهم الآن بدأت تنفض عن هذا الغبار وتبدأ تستعيد سمعتها الطيبة وتأخذ روح المبادرة في إنقاذ الأرواح البشرية رأينا كذلك الجهات الحكومية هبت بكل قوتها بدءا بالجيش والقوات الملكية المسلحة مرورا بالسلطات المحلية الإقليمية بتآذر مع الدرك الملكي والوقاية المدنية وكذلك مع القوات المساعدة وغيرها من القوات المهتمة الكل يعمل بجد واجتهاد من أجل تقديم المساعدة في البدء الناس كانوا في تلك المناطق يباتون في العراء لا طعام ولا شراب ولا غطاء فلما قامت هذه الحمالات وجدوا أولا وجبة غداء وحيدة في اليوم ثم بعد ذلك صاروا يتوسلون بوجبتي غداء في اليوم ثم بعد ذلك ثلاث وجبات غداء طعام في اليوم وكتر الخير كتر الخير وفاض فإذا سألت الناس هناك عن الطعام يقول لك متوفر ولله الحمد أهل الخير ناس عاديين ناس لا ينتمون إلى جهات معينة مواطنون مستقلون كي يعمر السيارة بما جاد الله عليه من طعام وشراب ويحملها رغم وعورة الطرقات وخطورتها فالحمد لله الخير فائد وقد تمت مساءلة بعض الساكنة المحلية من ضحايا هذا الزلزال يعني ما الذي تحتاجونه قالوا الطعام الآن موجود الحمد لله لكن من نحتاج إليه هم الأغطية والأفرشة وكذلك الملابس القطنية لأنهم مقبلين على فترة فيها المطر وفيها البرد وبالليل كتنزل عندهم صمرة فيشعرون بالبرد ثم هناك الخيام حيث تكونت مجموعة من الملاعب دي القرب إلى صلاة كبرى لتجميع هؤلاء الناس وطبعا هذه كلها إجراءات مؤقتة مؤقتة جدا ريتما أن العمل الحكومي يقوم إن شاء الله تعالى بمجهودات مشكورة أنه يوفر السكن اللائق لهذه الفئة من أبناء الوطن وكذلك يوفر لهم فرص للعيش الكريم وإن شاء الله سوف يتم هذا الأمر سوف يتم لأن هناك إرادة ملكية سامية تشرف على كل هذه المبادرات الإرادة الملكية السامية تعمل جاهدة ليلة نهار على أن يقوم هذا العمل الإنساني بأدواره بأن كل الضحايا يجدون العلاج ويجدون العيش الكريم من غداء وتطبيب وأدوية وإيواء ريتما يتم بإذن الله تعالى إنجاز محلات سكنية وإنجاز فرص عيش لأن هناك الناس فقدوا كل شيء بعضهم يقول في توانين فقدنا كل شيء حتى الحقول التي كنا نزرعها ذهبت كلها تأثرت بتصدعات الأرض وبتقلبات هذا الزلزال لم تعد لهم حقول صالحة للزراعة ولا المواشي التي كان يكتسبونها كلها لم تعد صالحة فقدوا كل شيء قال أحدهم حتى المسجد المسجد الذي كنا نصلي فيه حتى هو تأثر فالأمر لله من قبل ومن بعد لكن رغم كل هذه الفاجعة يقال وراء كل مصيبة إلا وهناك منح إلهية فبعد كل محنة هناك منح وسبحان الله وسبحان الله من الأمور التي الطيبة التي ساعد بها الساكنة هو مشكل ما كان الجفاف في تلك المنطقة ضاربا أطمابه كانوا الناس كيئشوا وحد الجفاف ليس له نظير في بقي البقاء الأخرى ولكن مع هذه التصدعات الأرضية وهذه الزلازل خلت الأدوية الأودية الباطنية في الأرض تتفجر تفجرت عدة عيون والآن خرج الماء عدبا صافيا زللا الناس يفرحون منهم من كان يغتسل ويشرب والأطفال الصغار صارت عندهم بركمائية يسبحون كأن مسابح وبعض الناس قالوا سبحانك يا جليل سبحان الذي يمنع ويعطي يمنع ويعطي هذا الماء هذه العيون التي تفجرت في هذه المناطق لم تكن منذ عشرات السنين الناس يموتون عطشا والآن ببركة التصدعات للهزة الأرضية انفجرت هذه العيون المائية الطيبة الطاهرة العذبة وسيكون لها أثر عظيم على المنطقة بإذن الله الواحد الأحد فهكذا الحياة الحياة فيها فيها أشياء شديدة وفيها رحمات أيضا الأمور التي تأثرنا بها هو أن عدد من الأطفال الصغار فقدوا أهليهم فقدوا أحبابهم وصاروا أيتاما فالمسؤولون بدأوا يجمعونهم في تجمعات خاصة ليعتنوا بهم وإن شاء الله يفكرون إما أن الدولة تتكفل بهم أو أهل الخير من أراد أن يتبنى مسترة التبني لعدد من الأيتام الصغار ثلاث سنوات أربع سنوات خمس سنوات عدد فقدوا عائلتهم آباءهم وأمهاتهم وأخوة وإخوتهم طبعا الدولة هي الواجب أن تتكفل بالجميع لأنها هي الأم والأب الروحي للجميع وطبعا هناك جمعيات وهناك أهل الخير والفلاحي ممن يتصابقون في هذا الأمر لأنه يبدو أن العدد للأطفال كثير وتحتاج الدولة لمساعدة وتدخل المجتمع المدني وتدخل كذلك أهل الخير من أجل تبني هؤلاء الأطفال الصغار أيضا نشيد بالتأذر والتضامن والتكافل للمجتمع الدولي المجتمع الدولي أيضا عبر على قيمة الإنسانية وتعاطفه مع المغرب وقدم الكثير من الخير رغم أن المغرب الحمد لله مستكفي يعني يبدو من خلال هذه المحنة أن المغرب فيه من الخير وفيه من البركات ما الله بيعلم يعني نحن عندنا خير في الطعام والشراب والكساء وكل شيء موجود والحمد لله وعدنا الوسائل اللوجيستيكية والوسائل البشرية متوفرة ومع ذلك نقبل من إخواننا الأشقاء في الدول الأخرى هذه المساعدات من باب التضامن والتكافل لكن دون أن تكون هذه المساعدات فيها تدخل في الأمر السيادي أو عدم الاعتراف بمسألة أقاليمنا الجنوبية أو تلاعبات في المجال السياسي لا بد أن تبقى الأمور في إطار القيم الإنسانية والمغرب واعي وعاقل على ما يفعل فالحمد لله على كل حال ما رأيناه هو عبارة عن عرس عرس تضامني وعرس للتأذر والتكافل فبعد المحنة وبعد البكاء وبعد الهزة القلبية رأينا الحمد لله هذا المسارعة في الخيرات والمسارعة في تقديم المساعدة من طرف الجميع من المؤسسة الحكومية أولا التي أنشأت صندوق بأمر ملكي صندوق تضامني لتساهم فيه المؤسسات اللي هي حكومية وغير حكومية والموظفون وغيرهم مرورا بالمجتمع المدني بكل أطيافه ثم انتهاءا بالمبادات الفرضية الناس خارج أرض الوطن المغاربة المقيمين بالخارج أيضا يساهمون الكل يساهم من أجل حياة رغيضة ونتطلع نتطلع في المستقبل القريب تمر هذه المحنة وتترسخ في قلوبنا وعقولنا مجموعة من القيم أول قيمة هو استحضار العظم الإلهية يعني في تصرفاتنا دوما ينبغي أن نستحضر بأن هذا الكون له مدبر وله صانع وله مسير وهو قوي وقهار فلابد أن نسير على خطى خطى الرحمن سبحانه وتعالى أننا لا نخالف الشريعته أننا نسير منسجنين مع القرآن العظيم وتوجيات السنة النبوية حتى يباركون الله فقد رأينا منسوبة تدين قوي المغاربة معدنهم قوي سرعان ما أكثر من الدكر والاستغفار وحتى من كان لا يصلي صارت الأيام يصلي فهذه قيمة عظيمة القيمة الثانية هي قيمة التضامن والتآذر نحافظ عليه القيمة الثالثة هي قيمة التعايش والتسمع مع الدول الأخرى فنحن في هذا المجتمع الدولي كلنا إخوة متحابين لاحظنا أيها الأحباب الكرام كذلك من هذه الفاجعة دروسا وعبرا كثيرة وهو أن مجموعة من الصالحين بدأوا يعقدون مجالس ما يسمون بالترحم فلما قامت وزاة الأوقاف الشهو الإسلامية بأمر من صاحب الجلالة أمير المؤمنين سيدنا محمد السيد حفظ الله ورعاه وجاءت الفكرة دي الصلاة الغائب شهدت المملكة الشريفة الصلاة الغائب في ربوع مملكة يعني عدد الناس مع صلاة الظهر ذلك اليوم صلوا صلاة الغائب ودعوا للضحايا بالرحمة والمغفرة والرضوان بعدها انعقدت مجموعة كبيرة من مجالس ترحم عدة صالحين نصبوا خيام في مختلف المدن وجاءوا بأهل القرآن يقرؤون السلك السلك القرآنية والمادحين يقرؤون البردة والهمزية وبعض الفقهاء يترحمون يترحمون على ضحايا هذا الزلزال العنيف الذي ضرب منطقة الحوز ومن المرتقى بيوم الجمعة هذه الجمعة المقبلة ان شاء الله ستشهد المملكة الشريفة عدة مبادرات لجلزة الترحم في عدة اماكن اما في اماكن عمومية في الزوايا في المساجد في دور العبادة حتى غير المسلمين حتى الجالية الغير المسلمة في المغرب الجالية اليهودية والجالية النصرانية المسيحية في المغرب ايضا تعقدوا تجمعات لترحم على هؤلاء الذين فقدناهم فرأينا روحا من 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 التسامح وروحا من حب الخير وروحا من المبادرة لأعمال أعمال البر والإحسان هذا كل خير عظيم وعلينا أيها الأحباب الكرام أن نأخذ العبرة من هذا الحدث وبعضهم عبر عن ماذا استفاد ماذا تعلم من هذه الفاجعة أحدهم قال والله تعلمت الكثير من هذه الفاجعة أول شيء كنت دائما على المستوى الديني أقول سوف أصلي سوف أحج سوف أتصدق سوف دائما أسوف أسوف لكن لما رأيت هذا الزلزال وكاد أن يعصف بحياتي وحياة عائلتي فقلت خطأ كبير أن أسوف علي الآن الآن أن أبدأ بالصلاة وأبدأ بالصدقاء وأبدأ بتلاوة القرآن وألتزم بالدين من الآن هذا أول أمر وهو الالتزام بالدين الأمر الثاني بعضهم قال أنا كنت دائما لا أعطي لحياتي قيمة كنت لا أستمتع بطيبة الحياة الدنيا كنت أعمل وأجمع المال وأنتظر حتى أفرغ ثم أستمتع ففاتتني فرص كثيرة جاءت عطل صيفية عطل ربيعية عطل نيلة الأسبوع ودائما أنا أعمل 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 وأجمع المال وأقول فيما بعد سوف أستريح وأستمتع سأسافر وسوف أعطي لنفسي راحة وأرفع عن نفسي فلما رأيت هذا الزلزال في لحظة كان سيعصف بكل شيء فقلت ولنفسك عليك حقا عليك أن تستغل كل فرصة طيبة أن تستمتع بالحياة جلسة عائلية جلسة مع الأحباب أكل طيبة سفر جميل وحد دعوة كريمة لأحد الأحبة دائما عليك أن لا تنسى نفسك استمتع بالحياة لأنه إذا جاءت الموت في لحظة ذهب كل شيء عليك أن تعطي لحياتك قيمة وترمى في الحياة من نعم وتأخذ نصيبا من هذه النعم لأن ربنا عز وجل قال ولا تنسى نصيبك من الدنيا قال تعلمت من هذه الفاجعة أنني علي أن أستمتع بحياتي وهي نعمة المتع نعمة لأن ربنا قال هذه الآية الكريمة ولا تنسى نصيبك من الدنيا الأمر التالي وهو علاقته مع عائلته ومع أسرته كان دائما دائما صراخ وعويل واستقاد مبكر واهتمام بالدراسة وعنف مع الأسرة فقال في لحظة سيدهب كل شيء رأيت أسرتي بين يدي ستضيع مني فقلت علي أن ألطف بأسرتي علي أن أتعامل معهم بلطف علي أن أرحمهم علي أن أعاملهم بسعادة فندمت على ذلك الحرص الزائد على العلاقة مع الأسرة ومع الهائلة فجميل أن الإنسان يتلقى اللجام شوية ويتعامل مع الهائلة بمودة وبرحمة ويتجاوز عن أخطائهم ولا يكتر من الأوامر والنواهي وليأخذ الحياة ببساطة وإذا ما وقع تجاوز بسيط يعني لا بأس لا بأس حياة لا تستدعي منك كل هذا الحرص الزائد ألطف بالعائلة وارفق بهم ارفق بالعائلة وارفق بالزوجة وارفق بالأحباب فهذه أمور ثلاثة أساسية لما كنت مع الناس وجدت بأنهم تعلموها من هذه الفاجعة تعلموا بأن الحياة ممكن أن تذهب في ثواني فعليك أن تستمتع بها وتعطي حق نفسك وحق العائلة دون أن تنسى حق الله لا شك أن أن هذه الفاجعة تحمل في طياتها نعم كثيرة يكفي أننا رأينا مشهد من أهوال يوم القيامة لما تحدث ربنا عز وجل عن أهوال يوم القيامة بعض المتشككين في الدين دائما يسخرون من الدين وينظرون إليه بأنه أشيء على الهامش الحياة لا الدين هو عمق الحياة هو رأس المال دي أنك أمنين لما نقرأ قول الله تعالى وهو يتحدث عن أهوال يوم القيامة وتحدث عن الساعة قال يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل دات حمل حملها وترى الناس سكارة وما هم بسكارة ولكن عذاب الله شديد هذا تصوير فني في القرآن الكريم علماء البلاغة والفصاحة قالوا هذا تصوير عجيب هذا الكلام الذي جاء في هذه الآيات يصور مشهدا مروعا وكأنك تراه كأنه مشهد سينمائي أمام عينيك ولكن معناه العميق هو أن ربنا يتحدث عن أهوال يوم القيامة يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل دات حمل حملها وقد رأينا في هذه الفاجعة عددنا الحوامل أنهم وضعنا حملهن من شدة الفزع نسأل الله أن يحفظهن ويبرك في المواليد وترى الناس سكارة وما هم بسكارة ولكن عذاب الله شديد رأينا الناس لما خرجوا من بيوتهم في المدن وفي القرى وفي كل مكان خرجوا يتهافتون في الشوارع العامة يريدون أن يفروا يفروا من بيوتهم ولكن أين يفرون أين المفر إلى ربك المستقر قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم إنسان أين سيهرب كان عدد دي الناس خذوا السيارات دي الهم دوزان پوزيسيون وكتسنا بأن تقعشي حاجة غير أكسل يغوى غير يهرب في غير تهرب فيما مشيت قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم الإنسان من لي كان تعلم من هذا الحدث أننا نسلم أمرنا إلى الله دائما الإنسان يتعلم أنه لك رب اسمه الكريم وإن شاء الله تعالى لن يصيبك المكروه إذا سلمت أمرك إليه دائما نفوض الأمر إلى صاحب الأمر ولا نقول كيف جرى ولا لما جرى ولكن نقول ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن أحبابنا الكرام الآن وقد وقع الذي وقع يقول الفقهاء وقع الذي وقع الآن أرالينا أشعيت بعدش كله لغت بعدش كله أولا هذه النسلة توفوا في هذه الوقعة وعددهم تقريبا قد يصل إلى ثلاث ألاف شهيد نعم هؤلاء سنمو الشهداء لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الشهداء خمس من سقط من علم فهو شهيد والحريق شهيد تحرق بالعافية أو بكذا والغريق شهيد غرق في البحر أو في النهر أو في اليمن والمرأة عند الوضع شهيدة ومن قتل دون ماله أو عرضه فهو شهيد وكذلك من وقع عليه الردم فهو شهيد والمطعون شهيد ما تبطعون بكورونا أو سرطان يسمى شهيد كل هؤلاء شهداء أتى الشهيد ماذا أعطاه الله من نعيم أول شيء النعيم لك يعطي الله تعالى أنه لا يشعر بخروج الروح إلا كوخز الإبر معلوم أن الموت لها سكرات حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يحتضر كان يتسفد عرقا وكان يصب عليه قربتين من الماء البارد كل ليلة وكان يقول آه إن للموت لسكرات الموت صعبة لكن الشهيد ربنا عز وجل يكرمه فلا يشعر بالموت إلا بوخز الإبر مباشر لا يشعر بالألم نهائيا مع أن خروج الروح من الجسد فهي ولادة جديدة صعبة للغاية ثم الميت لما يدخل إلى القبر فمعلوم أنه بعد أن يدخل إلى القبر تبدأ قيمته ويبعث الله إليه ملكان إذا كان مؤمن يبعث الله له بشير ومبشر وإذا كان غير ذلك يبعث له نكير ومنكر ويسألني من ربك ما دينك ما قولك في الذي بعت فيكم إذا كان مؤمن يقول ربي وربك الله ما دينك ديني الإسلام ما قولك في الذي بعت فيكم محمد صلى الله عليه وسلم وإن من باءت به مؤمنون يقول له نم نومة العروس في خضرها غير المؤمن يأتي نكير منكر يسألوا الأسئلة يقول لا أدري لا أدري فيضربانه ويقول لا دريت ولا تليت وعدب القبر مفزع وفي الأحاديث الصحيحة بعضهم ينكر عذاب القبر وهو حقيقة واقعية في الأحاديث في الأحاديث النبوية الصحيحة وإشارة قوية قرآن يتدل عليه فهو من عقائد المسلمين والذين ينكرونهم لست أدري ما الدافع لكل ذلك الشهيد لا يسأل من متى في الردم كضحايا الحوز هؤلاء لا يسألوا في القبر الشهداء لا يسألون لأنه مباشر يظهر له بشير ومبشر لا يظهر له لا نكير لا منكر ويقولان له نم نومة العروس في خطرها نم نومة عميقة صور معيها دلمة في الحوز معظمهم كنا سبكري ينامون مبكرين ووقع الواقع وهم نائمون وقع تعليم الواقع منهم من ماتوا ونائم لم يستيقب لم يفتح عينيه ربما مباشرة الردم في دقيقة وآقل من ثانية وقع الردم زهقت الروح غدفتح عينيه مباشرة فين غير يفتحهم غير يفتح مباشرة وهو في القبر وذلقى بأنه في يتسع له سبعون ذراع هكذا قال النبي الكريم يتسع للمؤمن الصالح القبر سبعون ذراع ومنهم من يتسع له القبر على مد البصر كله بالورود والأصهار والرياحين ويرى ملائكة بيض الوجوه وجوهم جميلة فيقولون له نم نومة العروس في خدرها استريح لأن القبر هو راحة العباد في الدنيا كيبقوا يخدموه وكيبقوا يتعبوه وكيتمنى وحد النهار إنعز وحد النومة عميقة فأول نومة عميقة هي المؤمن لما يصري القبر كيقوله نم نومة العروس في خدرها الشهيد لا يسأل وينام تلك النومة وبعدها ينتقي المباشرة إلى إلى عالم البرزخ وحينما ياتي القيامة الشهيد لا يسأل معلوم أن يوم القيامة ربنا عز وجل سمى القيامة ونفخ في السور فإذا هم قيام ينظرون وكأن بأهل لا إله إلا الله يخرجون من قبورهم ينفضون عنهم التراب يقولون الحمد لله الذي أذاب عن الحزن إن ربنا لغفور شكور الناس يخرجون من القبور ينفضون عنهم التراب لكن الشهداء مباشرة يخرجون لا يسألون حتى الأسئلة المعروفة كان ربعا الأسئلة كان سنفلا في يوم القيامة لا تزل قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة عن شبابه فيما أبلاه عن عمره فيما أفناه عن علمه ماذا عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه كل واحد من الناس سيسأل الأسئلة أربعة وطويل جواب عليها طويل هناك من يبقى سنين وفي سؤال جواب لكن هؤلاء الشهداء لا يسألون مباشرة من القبور إلى القصور مباشرة من القبور القصور وتتلقاهم الملائكة سلام عليكم طبتم فادخلوا خالدين هذا الشهداء مباشرة يدخل خالدين ثم لما يدخلوا للجنة كيقم الله واحد المقام أخر من غير الوسام ديال الشهادة كيقم الوسام ديال الشفاع يقولون لكم أن تشفعوا لأهل بيتكم ممن استوجبوا النار جات في رواية لسبعين من أهل بيتك استوجب النار لك أن تشفع لهم واحد كتب عليه النار أنت غير تشفع لي لأنك شهد فتصوروا هاد الناس ديالآن لتوفوا يعني عددهم تقريبا تلتلاف واحد وربما الحاصلة مرشحة للمزيد بعد الفحص عن الردم هؤلاء كلهم سوف يعيشون هذا النعيم نحن نرى بأنهم عذابوا لكن ما عند الله تعالى ملك عظيم فهنيئا لهم ربي اختراهم في الشهداء فهؤلاء الذين يتوفوا منعامين لما بقنا لقي ديالحيا إن شاء الله سوف تشهد حياتهم نقلة نوعية لأنهم كانوا فعلا يعيشون في بؤس كان هناك عندهم الحياة بسيطة المؤسسات ديالخدمة ضعيفة المدارس بعيدة المستشفيات والمستوصفات يعني على مستوى بسيط الآن الدولة والحكومة وجلالة الملك حافظه الله وراعاه كل المنتظم الدولي كل العيون كلها على هذه المنطقة وسيتم الإعمار سوف يتم إن شاء الله قريبا إعمار هذه المناطق وسوف يتم استيطان لهم باقي على الحياة وتمليكهم لسكن لائق وسوف يتم تبني سياسة شمولية وتنمية مستدامة في المنطقة للشباب والمرأة والفتيات والرجال ولكبار السن كلها أولاء يعني إن شاء الله قد يشهدوه في المنطقة ديالهم وحد وحد القفزة نوعية كان عرف وحد وحد شاب هو قائد قائد في السلطة المحلية كان يشتغل في ديال المنطقة يشتغل فيها أربع سنوات يقول لي فعلا يعني أنا عشت مع ذوك الناس كانوا مع الدمين حياتهم مع الدمي قدموا من أخر يعني حياتهم بسيطة عندهم حقول في يعني وحد الأحجام متواضعة في الجبال في المنعراجات المنخفضات وطعامهم قليل قال لي فعلا ولكن الآن مع الإرادة الملكية السامية ومع هذه المبادرات اللي يقوموا بها المجتمع المدني ومختلف المؤسسات المنطقة غتعرف إن شاء الله وحد الارتقاء في مستوى المعيشة ويعيشون حياة طيبة لماتوا مشاوشوا هداء عند الرحمن وربي غدي يكرمهم وهذه سكنوا جنات عرض والسماوات والأرض اللي هم بقين على قيد الحياة غدي يعيشوا حياة أحسن وأفضل وأكرم وهذه الأرض اللي اتزعزعات هي تنفست حتى الأرض هي بحل تيا عند حياتها تيا عند واحد فترة زمانية كتنفس وكتبدل وده بأول البشائر للزلزال هو أن العيون المائية اللي كانت مختفية وراكدة في بطي الأرض خرجت للوجود وبدأت كتضفق وده بلآن الناس الحمد لله الماء والمتوفر عندهم فهذه كلها نعم كثيرة وإحنا إن شاء الله نستمر في الترحم على هؤلاء الناس ويوم الجمعة جميل أننا نشارك مع أهل الخير في الترحم اللي غادي يكون في بعض المساجد غادي يكون في بعض الزوايا غادي يكون في بعض الخيام غادي ينضموها الناس في الأحياء الشعبية غادي ينضموها الناس في الأسواق العمومية جموعة دي الناس غاديوا الترحم أشنو الترحم هما غادي يجبوا الفقهاء كيقرأوا واحد السلكة القرآنية السلكة القرآنية نازل التعليم العتيق كيكونوا بعض الناس يقرأوا القرآن العظيم بعد القرآن الكريم كي تكون البردة والهمزية في مدح خالي البرية فيها بركات وفيها إشراقات روحية ثم بعد ذلك الناس غيرتجمعوه وكيدعيوه يكون معهم فقيه كيدردعاء طويل عريض صادق وكيدكون بالرحمة والمغفرة كيدعيو الناس بالشهداء بأن يسكنهم الله فسيح الجنة وكيدعي للأحياء باشي أعطيم الله الحياة طيبة والراغدة وكيدعيو للبلد كله باشي ربي عز وجل يحفظنا من الزلازين والبراكين والأوبئاء والفيضانات والجفاف وكيدعيو الله المسؤولين جميعا باش يكونوا على كلمة سواء يكونوا في اليد ويتعاونوا على خدمة صالح العام وكيدعيو طبعا لرمز الأمة صاحب الجلالة أمي المؤمنين بطول العمر وبالصحة والعافية وبالمزيد من النجاح والتألق فنسأل الله تعالى العلي العظيم اللهم يا رب العالمين يا من أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة وقلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم وقلت وقلتك الحق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان اللهم يا رحمن يا رحيم نسألك بأسمائك الحسنى وصفتك العلاء ونور وجهك العظيم يا رب هاتشوداء تقبلوا معندك في أعلى علين اللهم إنهم عبادك بنوا عبادك بنوا إمائك كانوا يشهدون أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا موسيئين فتجاوز عن سيئتهم اللهم لا تفتن بعدهم ولا تحرم أجرهم واغفر لنا ولهم اللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين باعد بينهم وبين ذنوبهم كما بعث بين المشرق والمغرب اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلهم من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد يا رحمن يا رحيم يا ودود اللهم تبتهم عند سؤال الملكين اللهم تبتهم عند سؤال الملكين لا تبعت لهم نكير ولا منكر وبعت لهم بشير ومبشر اللهم إن سألهم من ربكم فألهموا الصواب وليقولوا ربنا الله لا إله إلا هو وإن سألهم ما دينكم فألهموا الصواب وليقولوا ديننا الإسلام وإن سألهم من نبيكم فألهموا الصواب وليقولوا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب اجعلهم ممن قلت فيهم يثبت الله الذين آمنوا بالقول التابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم يا رحمن يا رحيم يا ودود يا عظيم نسألك اللهم أن تجعل قبورهم روضا من رياض الجنة اجعل قبورهم مزارا للملائكة اجعل قبورهم روح وريحان وجنة نعيم واسقهم شربة ماء من حوض النبي لا يضمؤون بعدها أبدا وبدلهم اللهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وجيرانا خيرا من جيرانهم واجعلهم يتنقلون من القبور إلى القصور مباشرة واجعلهم يمرون على الصراط مرور البرق الخاطف واجعلهم ممن تتلقاهم الملائكة سلام عليكم طبتم فادخلوا خالدين اللهم بوئهم مقعد صدق عند مليك مقتدر اللهم يا رحمن يا رحيم اجمعهم مع الأنبياء والمرسلين والأولياء المقربين في جنات النعيم اللهم ارزق أهلهم وأحبابهم وأقاربهم الصبر والسلوان ارزقهم صبر الأنبياء وصبر المرسلين وصبر أيوب عليه السلام يا ربي ارزقهم صبر الأولياء المقربين اللهم ارزقنا معهم الصبر والسلوان نسألك اللهم يا ربي أن تحفظ هذا البلد الأمين احفظ هذا المغرب من الزلازل واحفظه من البراكين واحفظه من الكوارث واحفظه من الأوبئة واحفظه من الجفاف واحفظه من الغلاء واحفظه من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا ربي احفظ هذا البلد الأمين بما حفظت به الكعبة المشرفة وبما حفظت به كتابك العزيز اللهم يا ربي وفق جميع المسؤولين في هذا البلد الأمين حكومة وشعبا وجمعيات مجتمع مدني وجميع أهل الخير وفقنا جميعا أن نكون على قلبي ورج واحد رأينا رأي واحد وفكرنا فكر واحد وهمنا هم واحد نسعى للخير ونتعاون على الخير ونتعاون على البر ونتعاون على التضامن والتأذر اللهم وفق سلطاننا وولي أمرنا جالة الملك محمد الثالث لفعل الخير وشافه وعافه وقوه واجعل الخير يسير على يديه فضلا منك وإكرامه وأكر عينه بولي عهده واجعله على خطاه يسير إلى الرشاد اللهم يا رحمن يا رحيم واحفظ هذه الأمة الإسلامية احفظها من الزلازل واحفظها من البركين واحفظها من الاختلاف واحفظها من الفرقة واجعلها يا ربي على كلمة سواء واجعلنا كما قلت كنتم خير أمة أخرجت للناس اللهم يا ربي واختم لنا بالحسن بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين لآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا نواصل معكم أيها الأحباب الكرام هذا اللقاء ويسعدنا أن نفتح خطوطنا الهاتفية ونتواصل معكم أرقامنا دوما كالعادة 05-22-88-0060 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52 دائما موضوعنا هو الحديث عن آثار هذه الفاجعة زلزال الحوز وما خلفه من آثار وأيضا المحنة التي في طياتها منح إلهية كثيرة ما هي هذه المنح التي ممكن أن تظهر بعد المحنة ربك سبحانه وتعالى لطيف بعباده ونبدأ أول مكالمة من أين من صدق اسم معنا للا سليمة أهلال عمي الطيب كده عمي طيب لبس إلي كده المصحيحة الله يحفظك بنتي مرحبا بك سليمة يرحب بك الجنة عمي الله يخليك صحيحتك والله يحمل والدين وخليك رضي ولداتك عمي وعزونا واحدة عمي فهذا نسل ساكن للماته والله يرحبهم ساكن والله الله يرحبهم ونحقنا بهم نستمين يا رب يا رب يا بنتي يا رب يا كريم سليمة بنتي عشتو هذه الفاجعة كيفاش عشتوها نحن عمي محسن اللحن في صديق قاسم محسن ماذا شعدنا بصديق قاسم محسن شو بيها لا محسن شو لكنا عمي نحن كنا مجموعين اللبنة عمي كندرو الدوعة معنا مسكينا وحدة من شارودان شو وحدة من رباط وحدة مجموعين شي خمسة هكا كمستة ومساكننا بقوا كيش هدو فقنا نالك سعصار فيش عنا الإداءة صافينا لذيك الليلة من عسنا سقريبا بحالي يزعدنا عمي يا سليمة انت يا بنت مكفوفة انت اللي فقد البصر احنا ثلاثة عمي مكفوفين احنا ثلاثة اللي كنا هضرنا معك لك النهار ايه ثلاثة الأخوات شقيقات مكفوفات احنا عمي بحال هاتشي بحال ذي بمرافع عدنا الجبال عدناه كل مماكين بحالهم تقريبا بحالهم سال وذيك اللحظة في شوقع الزلزال كنت وابنتي تمياء انتم الصديقة ديك المكفوفات في المدن الأخرى والقراء كنت تواصلوا عبر الواتساب نعم نعم لا سليمة ديك الاخت اللي كتقرى معكم القرآن مكفوفة هي في تارودانت واش بقى علاقة دي الحياة لا ما تتأمي دبعا عمي يقول لك يا مسكينة كتقد تدخل معنا وكتقرد القرآن وقدر الدعاء مثل ناعمة من تارودان شهل عمرة تقريبا العمر ديها العمي والله ما عفتت نساني العمر ديها مسكت تدخل معنا دائما الوليدة ديها الهمية والوليدة ديها الهمية مسكينة عايشة مع أخوتها دبعا مسكينة صحبتها عيطة الخوية جولية دخل معنا ناعمة من تارودان في الشجرة الأمال اللي البكفوفين عيطة صحبتها الخوية جاوات قتلنا عمرة ما تتفيه وعائلتها عزاؤنا وعزاؤنا وعزاؤكم واحد فيها عائلتها كانت باقة مسكينة الله يشافيها ويدرق عليها ويخليها نوشة في الجام لا يله إلا الله ووحدة معنا عمي تطيب من المراكش مسكينة تمتها سليمة ناعمة مسكينة وليدها ميتين وعندها مسكينة أخوتها هي عيشة بوحدها وناعمة مسكينة ما تترك سعى دخل معنا لا يله إلا الله لا يله إلا الله سليمة بنتي علاقتكم مع هاد المكفوفات ولمكفوفين ربما عاشوا في هاد النكبة وفي هاد المحنة عاشوا ربما المحنة مضاعف اكتر من المبسرين أشوق عليهم عشنا عمي عشنا بالزهب حليكنا معهم عمي حتنا نحن نكوفين وحسنا بهم وتحنا في البوادي وتحنا عبنا للبان حسنا بهم مساكن حسنا بهم عمي لا إله إلا الله لا إله إلا الله هذه اللي توفات 830 سنة مسكينة شابة نفسكينة والدها المية لأني فتنت انسكينة الولدة ديالها ودرناها الدعاء قد خلناها مسكينة لا إله إلا الله وقفين عمي بزاق قفين عليها الله بالحسن وقفين Builder علمهم العائلتكم إن صباقها مسكينة الله يشافيها الله يشافيها وشافي الجامعة عمي وده بس هلما انتما بعضياتكم المكفوفين المكفوفات في ذلك القناة دي لكم واشا كتفكروا انكم تديروا شي جلسة دي الترحم كما غير فعلوا عادات دي الناس ده بحالي انك تديروا الدعاء كنتدعوا مع الكل شي عمي معاك انت الله يخليك لينا مع الجامع معلناته مع سيدنا الله ينصروا الله يخليهنا وكنشكر خوتي المغاربة داخل المغرب وخالص المغرب عرفت يا عمي الطيب المغرب زعمى احسن مغرب عرفت المواضرة اللي كيديروا واتشي اللي كنشوبه تبارك الله في الإداعات والله يخليهم صحيحتهم والله يخليهم صحيحتهم تحنا عمي طيب ماكره ناشي احنا نبشي ونعطيه ونديروا لكل ما عندناس عمي يقولك هذا كل ما سال يد باصيرة اليد قصيرة والعين باصيرة ما قد طيناس عمي مجدناس ولكننا بدوا عمي كان عونهم بالدعارة في خير كثير بيربكي سهل الأمور كل يقياه والليل كنتدعوا معاهم كل يبكو معاهم والله يقشكون الإداعات كامية كان الله يخليهم صحيحتهم والله يخليكم صحيحتهم جميع عمي طيب الإداعات الحمد لله كان كان في الوالد يعني الإداعات طيب الحمد لله الحمد لله هذه نعمة كبيرة أن عمى بها الله علينا وكي يكون التواصل بين الناس ونقل المعلومة الصحيحة كينا في المغرب كينا في المغرب لنسي درهم مدارك أنا حالي نوحة البنت كي نشكرها بزاق عمي طيب فدوى من طعنجة بشينا عندها عمي بشينا عندها مشينا عندها مسكينا وتوماد فينا وساعدتنا خيرها من نساوه الله يخليها سحيحتها وإرحمه 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 م��ه الله يحافظك يا بنتي إحنا invece إحنا إحنا بهالحالهم أمي أدنا سنناس كل opta إحنا فيحالات قريبة إحنا لابدنا الجبال إحنا لابدنا اللابعيد إحنا كنعيش عمي المعالاة إحنا حالي إنتحد البلد مكفوف إن كنعيشوا بمعالاة ومن سليش يا عمي وخلقه إن56 إن56 عوضا كولون Chun نحن السليماء هد الموعاناة ديركم لخ سارينا أشن هو بحالاش المعاناة لي عندكم chemicals الماء المبعيد منه ما عندنا شخليل وعطبي ما عندنا شخصي عمثي عيسنا في حيات الجبال جي عدنا اللي بغى يجيوة عمي ويشوفنا ويشوف إقليم سيدة قاسم نعم أبنزي وتشوف عمي بعيني كتش تقولوك أنك تشوفو الجبال وتشوفو المقليل ايا والمدرسة وبنسبة المدرسة ومشارك لأوك دياني مارية عايبا تفضل عتا عميتي وخسلي ما ويخلق خيحتك عمي وخلق ولداتك مارك الله فيك استغفر الله بنتي بارك الله فيك حافظك الله اخويا جاودكم شكروه بزاك عميك يجمعنا وكن دروا الدعاء وكن دعوا مع هدلي مئات مستاثن وهد الله راح نعلمه عرفتي راح اسمين لبيه وحفظين عليك البناه ومخوتنا ووالدينا الله يتقبل من الجميع يا رب الله يرحم من الجميع شكرا سليم بارك الله فيك بنتي حافظك الله وراعك وعليكم السلام لنا ماريا الله يحفظك بنتي إلا لا ماريا تنتي مكفوفة الحمد لله بنتي بارك الله فيك احتنتي فقيدة للبصر احتنتي فقيدة للبصر حتى عميك نشوفه معي مو سليم وماريا من اقلم في ذي قاسم حنا بنا اقلم من عين دفالي فلسدينا عين دفالي لا إله إلا الله بنتي لا حول ولا قوة إلا بلا لا حمهم الله يشافي اللي باقي الله يشافيهم ساكن مرضى الله يشافيهم يا رب يوم يوم قليلا حسنا بهات الناث مساكن ومعد ناس أعمل المال لا معدنا كليل عمي الحال الأمنية دياننا أعمل حال أي الأمنية دياننا كنت منعسلات إبناء مكفوفين عايزين في البادي يا الأمن دياننا مريضة نحن كنت نجد في ندوية أخرى وقوذين بقون في الفلس نحروا بيني كانت مننا الحروا بيني ولا القلمة فروا بيني وانا ندود فوقات ما بغيت وانصب فوقات ما بغيت هذه هي الأمنية التي كنت منقل قريبا للمسجد وقال القرآن هذه الأمي اللي كانت منها أنا وخواتي عمي الحاج لا إله إلا الله كتشعروا بالعزلة بنتي والذاتي حاجة عمي الحاج الحمد لله المحسينين لله يكثر يقربونا اللي يقسم الله عشور الباركة اللي يقسم من خلال هذا القناة أخوية زوجة تجارة الأمال سمعونا حطنا القصة سمعونا نسعدهم على صهر رمضة نفرحونا الله يطررهم دخول لنا أعطونا اللي قسم الله المغاربة القلب الكبير لمغاربة مغاربة الله ينصرهم الله يحفظهم الله ينصر مالكنا والله يطووا الأمر هناله يكدرهم عنها حناية هنالك نفرحول مغاربة القلب الكبير المغاربة الله ينصر مغربنا والله يخليهم الناع والله يكبر بهم عمي الحاج يا ربية بنت وكريم نشكرون أنتم 팀ون عمي الحاج ونحن فرحوين بزرحان سمعونا نسعد لا تعطونا ولا أيضا تعطونا نسف في زوجنا رمضة ونسف لا يعطونا في عين الكبير الله يكثر خيرهم الله يتقبل بالفضل للأخز عواد والفضل سجارة الآمال سجارة الآمال رهان تحسوا حق القلب كبير الله يحفظكم يا بنتي الله يتقبل منكم تحسوا حق القلب كبير سجارة الآمال عمي الحاج إحنا كنا غب ما تنخونا قرائنا ما تنخرجوا ما تنصافروا ما تتسي حاجة عمي الحاجة هل سنعيس في غيف البادية يقريم عند فعلي راتس اللي بناس مك يشوفوش عيسين في البادية معدنا سلمان ما بعيد لا حول ولا قوة إلا بالله أمنية ديانا كنت منشكر عنا عدويرة وخغس في بلاج يكون قريب لها الماء فأنا أمنية نفتح الربيني والقال ما وندوش فكاش ما بقيت أنا الحمد لله فرحانك أنا مكفوف أنا أخواتك الفرحاني كان دي رشغيين ديال الدار كان صبنه كان طيب والحمد لله احنا مفتاخنك احنا مكفوفين عمي الحاج مفتاخن بالمكفوفين مفتاخن بالمكفوفين لا إله إلا الله الله يعودك وخير لا إله إلا الله أبنتي إن شاء الله ربي غايب خليكم باب الرزق نعم بغيتك تباعنا عمي الحاج مع مرضوحة الأخ ديالي الله يحفظهم والله يلطف بنا والله يكتف رسونا كاتب الخير يا رب والحمد لله أمي الحاج الحمد لله يا ربي يا كريمة بنتي يا ربي يا ربي اللهم أمين وخابنتي وخابنتي إخو الأخوة الكاملة سجرة الأمن وتجرة هنا كنشكرهم كندخلрут معهم كندوان سوكم ننفوهجه على رأسنا اللح في مرأ الحمد لي مش Reedしい pandem الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله أمي الحاج باركل الله وفيك بنتي ربما أمر حاج معك أختي نعيمة وسمح لن أمي الحاج في بغيت سكرك وتدر معك أمي الحاج والله يحفظكم والله ينصر مالكنا والله يشفي إياه delmeel والله يحقلهم كل ما كيتمننا والمغاربة اللي كيساهموا بالصغيرة ولا بالكبيرة الله يحفظهم الله يطول عمرهم والله يخلهم سحسهم يا دل جلال والإكرام بارك الله فيك بانتباري يا مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كدرها بنتي نعيمة حافظك الله ورعك لا مكفوفة لا إله إلا الله بنتي الله يحفظكم ويكرلك من رجع كدرتي معهد الأزمة ومعهد الفاجعة الحمد لله اللهم ملك الحمد أمر الله الحمد لله لا إله إلا الله زق واحد من هذا النساء المتكلمات واللي بقي مستكلم من مجرحة الله يشافيهم والله يطول عمرهم والله يعطيهم سحيحتهم يا ربي يا كريم يا ربي يا كريم لا إله إلا الله اللهم شكرا لهم شكرا لهم شكرا لهم الله يكبر بيهم بارك الله فيك بنتي بارك الله فيك نحن صبعد我們 نحن صبعد قناة نحن صبعد할نا نحن صبعد الزيBir واش انكم بقوا سكان سكان ربما لائق بمواصفات ربما امينة احنا الامن اذا نعمل حاج كريبا لغنى الساكان وكرففين بالزاب وما عدناش الماعدناش والله ما عدنى الموتو جوا ما رحدة بكم امس مرحبا اللي بغي يشوف بعينه مرحبا يا رب يا ربي ما عاش يكذب الله ما كان كذبه يشوفه بعينه يوم احنا ستشد البنات والامن دينا مسكنها مرة كبيرة مريضة والابن دينا شو راجل كبير مريض والحمد لله حمد لله وشكرا مريضة مريضة هشنوو الشغل دينا كنبتي في البدية كدروا الفلاحات تربية المواشي ولا عندكم شي شغل ولا اولا ربما الظروف صعبة اللي عندو امي الحاج كريبا لقدور اعدوا الفلاحة لقدور البلاد بس احنا ما عدناش امي الحاج اللي عندو ديرا ادت العديل الماشية الناب ديكا كقدرنا عن عنا المسكن المبداع دينا مسكننا دينا مسكننا دينا مو كبيرت ما بقاش كادم الساد وكتساعدناه وحظ مرحب تقوية والحمد لله اللهم ملك الحمد لله وشكرين يا رب دبابنتي نائمة اللي بغيت توصل معكم يشوف شجارة الأمان المكفوفين اها يدخل شجارة الأمان المكفوفين اعطي أخوي يزوز ذاه الله وخير الله يعطي صحيح توحفه النمر ديالنا ويجي اللي بغي يجي يشوف مرحبة الف مرحبة اللي يجي يشوف الشبوب عينيكم تتأمين حسكولي بنتي أنا مرحبة بك الف مرحبة ان شاء الله بنتي والله يأمين حسكولي بني مرحبة بي وخب انتي بإذن الله ان شاء الله نتواصل معكم في القريب العجيل اللهم امين يا رب برك الله فيك ان شاء الله بنتي نائمة الله يحفظكم أجمعين الله يحفظكم أجمعين كان شكركم الشكر الجزيل كان شكركم الشكر الجزيل وانقلت لنا المعاناة يعني ان المعاناة اللي كن في الحوز والفاجعة المؤلمة التي ألمت بقلوبنا جميعا يعني كالقوبي أن نرى في أماكن أخرى من مغبن العزيز كين دوائر للفقر محتاجة إلى روح المبادرة محتاجة إلى عمل دؤوب من طرف الحكومة ومختلف المؤسسات على الدولة أننا نعيد الإعمار أننا نبني ونشيد ونعمر ونشق الطرقات ونبحث عن الأبار والمياه الجوفية نبني سكن في مواصفات آمنة سكن اللي يليق بكرامة الإنسان هذه الأمور كلها متاحة الحمد لله هذه الفاجعة كشفت لنا عن المستور المستور هو أن المغرب عنده الحمد لله جميع الوسائل البشرية وجميع الوسائل اللوجيستيكية موجودة الحمد لله غير القوات الأمنية اللي عندنا في المغرب والجيش والقوات الملكية المسلحة والدرك الملكي والوقاية المدنية والقوات المساعدة والسلطة المحلية والأمن الوطني كل هؤلاء من اللي قاموا را جيش عظيم هذا جيش عظيم وعنده القوة ومدرب وكيد خلف الخير يعني ساهموا في عملية الإنقاذ وساهموا بوحدة عملية قوية جدا في تقديم المساعدات وساهموا وحد المجهود كبير في استثباب أجواء أمنية ولا ننسى الجيش الكبير دي الأطباء الأطباء اللي عندنا والممرضين والأطقم الصحية هذه أيضا ملائكة الرحمن بثيامهم الأبيض كيدخلوا في مراكز تحاق الدم كيقدموا الأدوية كيديروا الأوصاف طبية كيديروا واحد العمل كينكروا الدات ديالهم وكيخدموا بواحد العمل دقوا هذا جيش عظيم ومنسوش الجيش الأكبر اللي هو دي الجمعيات المجتمع المدني اللي عندنا في بلادنا والمتطوعين اللي هما جيين تلقائيا لا عندهم تشين تيماء عندهم غير لا إله إلا الله محمد رسول الله والحب لقيم الخير والتضام والتآذر جوا من كل أماكن يعني عندنا الخير الكثير ومن اللي ساهمنا في المواد الغذائية وفي الألبسة والأغطية والأفريشة أرى الحمد لله كان زخم كبير أنا عشت مع واحد مجموعة دي الناس مشاول الأسواق الكبرى بلما نسميهم الأسواق الكبرى المعروفين اللي كيتقدوا منهم الناس كيتبضعوا منهم الناس كانت هناك منافسة قوية الناس كيمشون للسوق الكبير اللي هو عصري وكيشريوا المواد المطلوبة أشكينا المواد أولا الضقيقة السكر الزيت المواد الغذائية من الشاي والقهوة الزبادي الفروماج كل هذا كيتنفسه هاد الأسواق الكبرى لجون سيرفاس هاد الأيام ما دلقاش بلاستك واللي دخل أول مرة كيلقى الازدحام شديد ما كعرفشاش واقع كيسحب بحل دك الأيام دي الكورونا الناس كيتخاطفوا على البضائع ولكن دبا بالعكس كيتخاطفوا على البضائع ليسلموها لجمعيات جيبين سيارات فخمة كبرى سيارات كبرى دي بيكوب كبار وكيعمروا كيعمروا هاد الشاحنة بالقفاف وبالأفريشا والناس الحمد لله كلهم يكبرون يصفرون شبابا وشابات وكبارا وحد الروح تطوعية كبيرة ركين في المغرب الحمد لله الروح تضامونية قوية وقوية جدا كاشفت عن هذه الأزمة والحمد لله احنا ما خصنا تخير خصنا غير انتقوا بنفسنا خصنا غير نترحموا فيما بيننا ونخضوا روح المبادرة وربغا دي بارك لنا كنشكرك بنتي سليمة وماريا ونائمة وان شاء الله تعالى كنتمنوا ان هاد الفئات من أبناء المجتمع اللي كيعيشوا في القورة وفي البواد وفي الجبال اللي توم ما كيعيشوا في بيوت طينية مهددين في أي لحظة لا قدر الله وعندهم مشكل دي الماء وعندهم مشكل دي الحياة الكريمة نفكروا لهم من الآن من الآن بدأ بوحد سياسة حكومية تكون فيها مخططات استعجالية غايتها هي تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة كما أرادها صاحب الجلالة وعدنا الوسائل اللوشيستيكية كيل الوسائل البشرية لجيوش اللي عدنا في المغرب كثيرة ذكرت منهم السلطات المحلية ذكرت منهم الأطقم الطبية وكذلك جيش تعالى المهندسين المهندسين والخبراء في ميدان تعمير كتر في القطع العام والقطع الخاص وعدنا جيش كبير دي الإداريين اللي يقدروا ينضموه ويرتبوه الأشياء وعدنا جيش دي العلامة اللي هما غادي يوجه الناس نحو فعل الخير وعدنا جيش تعالى الفنانين اللي غادي يصيغوا ملاحم فنية فيها الروح الوطنية الروح الإنسانية تحفز الإنسان على فعل الخير عدنا الكثير احتفى الرياضة لاحظنا المباراة الأخيرة كان الناس عبروا في المباراة النصر للمغاربة في هذا الدوري والحمد لله عبروا بشكل تلقائي عن تضامنهم وعن تمسكهم بهذا القيام وكل يعبر بالحزن لما نبس تياب الأسود في الملعب دي الكرة القدام كل هاد الأشياء وغيرها وعدنا الجيش الكبير دي الإعلام الحمد لله الإعلام دينا بكل أطيافه العمومي القطب العمومي والقطب الخاص والإيداعات والتلفزيون والمواقع التواصل والصحافة الإلكترونية والمكتوبة الكل تجند كرجل واحد كجندي واحد في هدف واحد في قصد واحد والحمد لله كله كان أعتبر هذه الأزمة خلفت لنا مجموعة من الإيجابيات حتى صارنا نعيش في عرس تضامني تكافلي نسأل الله تعالى أن يرحم الجميع ويبارك في الجميع شكرا لكم للا سليمة ومريا ونائمة ولقناة شجرة أمال للمكفوفين نتحول من سيد قاسم ونمشي إلى إقليم الخميسة معنا سيد محمد وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته لا إله إلا الله بارك الله فيك مولاي وبقوا فينا عمل هذه هاتي الناس كيف شعرت السيد محمد دك نهار دك نهار احكي لينا اشوق عليك كيف شعرت كنت قلت لقسم الله قلت لقسم الله عشيت ونتنتكى الله وعد قسمت لقسم راديو وميد راديو وكانت تصنط وكانت كنت نعمل هذا ليلة هيدالله كانت مخد مع ذيك الحطاست انت مخده طحيه الماريه والتخلات انت سيم محمد مع من عيش في الدار سيم محمد مع من عيش في الدار امي الحز كان عيش غير بوحدي انا يتيم ليلة هيدالله يتيم وورا كانت توفى الوليد ديالي وتبعاته الوليد الله يحمى والاخد ديالي وفنسكينه مستبوعه احد الحديثة صلاح مويسات هنا ليلة ابقتي وحيدة فيه لبقى عن ملحاجها نارا يتيم وعني الدورة فعيبة وقع الدورة فعيبة عن ملحاج ليلة هيدالله ومن اللي اسمعت هاد الحدات وجل ما ليطح عليك هربتي هربت عن ملحاج وبيت الزنقة وقصتت صباح مع الخوت وبيت وانا مريض وفوضعية اعقاء حركية الله اكبر ليلة هيدالله وقصتت صباح وصلت الهد الان نارا اني مريض وكان فكر ريف هادو كلناس يتقلموا وكان شوف الفيديو يد وكان شوف الفيديو يديري وكان زيد متألم عن ملحاج سي محمد اخوي انت عندك اعاقة حركية شكل يساعدك باش تخرج وباش تمشي اعاقة حركية كان عرض بلده اعاقة حركية كان عرض بلده لاي لاي الله اخوة عندي اقدمية اقدمية كان عرض بلده الله يشافيك امو لي اي اخوة اليوم اعمل افتحت وعب القاناة اللي هي سجارة نول المعاقين في اليوتيوب العربية ايا كنت من قبل كنت سمعوا الناس المكفوفين داروا القاناة والناس اللي عندهم اعاقة حركية يعني انا مزين تم يديروا القاناة باش يبقى يتوسطوا معهم الناس للمعاقين حركيا سجرة نور للمعاقين في اليوتيوب بالعربية حركيين واللي يطيح لهم المادة يدخلوا لهذه القناة يكتبوا سجرة نور للمعاقين في اليوتيوب بالعربية وعملها جراكة تفال في يدها للتسعور ديالها ووجد سهرين ديال الضوء وراني كان ضوغي بسمع وكانسي عند زيارة الحداية يعني الضرابي اللي كان عرض كان في فطل ديال لما بس ندوس وبس نسرب وانا انساني وغير البحدي وكان طلبنا خوتي خارج ارض الوطن وداخل يشوفوا محمود بن الخميسة في دعية اعاقة حركية يدخلوا كتبوا سجرة نور للمعاقين في اليوتيوب بالعربية سجرة نور للمعاقين في اليوتيوب بالعربية ودي القوى الرقمية لي وتواصلوا معي وكان طلبنا خوتي جعل لهم ثلاث حركيين ولا مسلولين ولا طيح لهم المادة وانا اخوة نتضمنوا جميع وانا اخوة نتضمنوا جميع يكتبوا سجرة نور للمعاقين في اليوتيوب واللي علي انا اللحو في اليوتيوب عندي الله يلال اراني كانت عدب عمي الحاج وكانت تقلب نجيتها للناس وانا قيالك كانت فيها طرادة لا الها يجب اراني اراني موايب نفسي وعاد قصير يشوفي طبيب لا الها يجب يشوفي طبيب انداء دوا القلب ديالي كيفر مباسع بسلع عمي الحاج الله يشوفي طبيب اخوة المحسنين ادخلوا معي ادخلوا كتبوا سجرة نور للمعاقين في اليوتيوب بالعربية سجرة نور للمعاقين في اليوتيوب بالعربية وخبيئين لله شكرا لك سيمو حمد شكرا لك خياء حافظك الله ورعاك هذا نداء من سيمو حمد كنا من قبل سمعنا اول مرة نداء ديالناس اللي هما مكفوفين وهذه شهور مرت وانتضموا فيما بينهم في هاد القناة ديالهم لسمها شجرة امال المكفوفين واتمرت ان هذه القناة عرفت انضمام عدد كبير من المكفوفين والمكفوفات دكور وانات من مختلف المدن والاقاليم والقرى المغربية وهذه القناة نجحت لانه قد تواصل مع الناس قد تعاون مع الناس والحمد لله مساهمات ديالناس داخل الارض الوطن وخارج الارض الوطن كي يتعاونوا معهم في رمضان في عيد الاضحاف في الدخول المدرسي في العطلة الصيفية وكي اللي بغي يتزوجوا عاونوهم الحمد لله لانهم غادين مزيلا اللهم ابارك لهم لان كانوا من قبل كانوا كيتشكا وما عندهم تشيء بدخول قلنا اللي هم ديروا قناة واللي بغي يساعدكم غيدخل القناة ويعاونكم مباشرة من غير اي تواسطة والحمد لله اتمرت العملية على نجاح مستحسن وغادي الامور مزيلا بقون للناس اللي هم عندهم اعاقة حركية عداد منهم كانوا كيتواسطوا معنا من تازا من الخميسات من سيد قاسم من ضر البيضة من الريصاني واحد العداد منهم كانوا كيتواسطوا معنا وقلنا شو حد ربما ياخذ البادرة من هؤلاء الاخوة والاخوات ودرته ويا نفس العمل اللي قابوا به الناس المكفوفين وهو ينشئ قناة خاصة بالمعاقين حركيا واحدهما يديروا نفس الشكل اللي عنده ظروف صعبة ومحتاج لمساعدة والعائلة دياله فقيرة وضعيفة انه كيسجل نفسه في الفيديو لمدة ثلاث دقائق الى سبعة دقائق ما يطولش ويحكي المعاناة دياله ويتكلم على نفسه ويخلى الرقم دياله ويوضعها في القناة يوضعها في القناة اللي قد تكون خاصة بهذا الامر واللي بغي تساعد معها من الناس من دون اي توسطة غيدخل القناة غيرقى الفيديو اللي ترتاح له غيرياخد الرقم دياله وغيرتوصل معه مباشرة ويقدم لي المساعدة العينية او المادية مباشرة وهذه طريقة امنة وان شاء الله تعالى مشروعة ومباركة باذن الله فهذا نداء الاخوان اللي كانوا كيتوصلوا معنا من قبل عداد منهم عندهم اعاقة حركية ها هو اخوكم سيم محمد من الخميسات خاد البادرة وانشأ قناة وسماها شجرة نور للمعاقيم اللي المطلوب منكم ده بالان اللي هو بغا يستفد اشغى يدير غادي يدخل هاد القناة وغادي نخارط فيها غادي وضع الفيديو دياله وغادي وضع رقم الهاتفي دياله وغايتوصل مع غادي رقاة مياس محمد من الخميسات ومن ثم ان شاء الله تعالى اهل الخير واهل فضل من اللي كيبغوا يساهموا معها غادي توصلوا معها مباشرة وغايتو المساعدة مباشرة وان شاء الله الخير غادي عمل حت كين اهل الخير كيبغوا يساعدوا كين الناس اللي اما عندهم الزكاوة ديالهم ولا اما الناس فيهم الخير بغايتو يعطوا الاحسان كيقلبوا لمن يعطيه احنا كنحاولوا ما امكان الاداعة ديالنا احنا غير وسط الدور ديالنا هو نعطيه واحد للاخبار لهؤلاء الناس كيفا يشتغلون يتوصلوا مباشرة من غير اي توسطة مباشرة مع القناة يتوصلوا مع الناس ويعطيهم ديالك المساعدة دون تدخل من اي جهة اخرى وهكذا احنا غير نمشي وان شاء الله خطوة خطوة كل مجموعة كل مجموعة من الناس اللي عندهم وحد الضرر خطير اما عندهم هادو المعاقين حركيا او بصريا كذلك كين وحد الفئة اللي عندهم سرطانات خبيثة وحد الفئة اللي هم ضعيفين كينعيشوا في احياء شعبية وكانوا كنتوصلوا معنا حتى هم ما كان قول لهم الله يجزيكم بألف خير باش ما تبقوش هاكا تشعروا بالضياع او تفقدوا المأدين ووجهكم وتقلل بطرقوا الابواب حتى انتم غتقوموا بفتحوا واحد القناة على اليوتيوب وغتسميوها حسب المرض اللي عندكم لان شفت واحد الاخوات في عندهم جروب في الواتساب وما تقارب انشي رمعين وحدة وكلهم عندهم سرطان وكلهم كينتاموا الاحياء الشعبية وكلهم فقيرات وفي ذاك اليوتيوب في ذاك الواتساب كي وزعوا غير الادعية ولا شي نصائح طبية بعض ديتهم لكن إلا كان قناة على اليوتيوب غتكون أفضل كل واحدة فيكم أيضا اللي عندكم السرطانات كتتشجدوا واحد الفيديو في ثلاث اربع خمس دقائق تحكي على المعاناة ديالك مزيان تدير الواتائق طبية اللي عندك والأدوية اللي كتشريها نسخة منهم تشجدهم في عادي كتشجدهم في البرتابل وكتشطها في اليوتيوب وغدير رقم الهاتف في ديالك والبيانات فين كتشكون السين ديالك الناس اللي غادي يبغوا يساعدو كين الناس اللي بغوا يساعدو المرضى اللي عندهم عندهم أمراض كين أطباء اللي عندهم أدوية موجودة لأدوية فائدة محطوطة كي قلبوش كل يبغاها فمن اللي غنشقوا هذه القناة غادي نمشوا مباشرة عندهم وغنعطهم الدواء المحتاج أو المساعدة المحتاج إليها هذه طريقة آمنة هذه طريقة آمنة والتوحد ما كيددخل والتوحد لن يتهم بأنه بالسرقة أو استعمل أموال الناس وإنما كتتعطى من اليد إلى اليد مباشرة لك المحتاج كنت طلب الله سبحانه وتعالى يوفق هؤلاء الناس كلهم للخير ريتما إن شاء الله الحماية الاجتماعية اللي كتسعى لها الحكومة بإذن الله بأمر من صاحب الجلالة تأخذ المصار ديالها ما نحتاجه للمساعدات بعضيتنا كتكون الدولة الاجتماعية كتوفر الحماية الصحية والحماية والأمل الغدائي لكل المواطنين والعيش الكريم لكل المواطنين ربما هذه النكابات اللي جتنا ركن تعلموا منها دروس من قبل كانت عندنا النكبة دي الكورونا وتألمنا الكثير ولكن لما انتهت كورونا تعلمنا عدة دروس وعدة عبر وشعرنا بأننا انتقلنا إلى الارتقاء من مرحلة إلى مرحلة أعلى وكان ربما دراتي نافعة احتى هذه الزلزال هذه الفاجعة احتى ان شاء الله سنأخذ منها دروس وعبر وعيوض أن نبكي ونحزن ونشعر بالفشال بالعكس سنسحد دموع ديالنا وسننضع نكبر ونهلل وسنقوم إن شاء الله بروح المبادرة وسندروا اليد في اليد وسنقلبوا على أسباب النجاح وسنقلبوا على أسباب السعادة والهناء للجميع أقول للجميع يعني أن الحياة لا قيمة لها إلا كانت واحد الفئة سعيدة وهنية ومرتاحة وفئة تانية ضعيفة هشة تعاني المعاناة لا معنى للسعادة السعادة الحقيقية لما تعم الفرحة للجميع ونقتسم التروى للجميع ونقتسم هذا الخير للجميع ونعطيه ونحن فرحانين نعطي نعطي ونحن فرحانين لماذا؟ لأننا أولا نكسب الأجر والتواب مع الله تعالى وأعظم دواء للتعاسى والوسواس القهري والشفاء من الأمراض هو الصدقة هو العطاء دو مرضاكم بالصدقة وملكة تعطيك تشعر بالسعادة والهناء السعادة التي يشعر بها المعطي كثير من السعادة والفرحة التي يشعر بها الأخذ وهذا كل توفيق من الله تعالى ونحن شفنا هذا الزلزال كل واحد منا ربما عنده خيره وعنده بعض المدخرات حتى لدوير الزمان لو هذا الزلزال ربما أصبنا وفقدنا الحياة لا قيمة لهذه الأموال التي جمعناها ونضعوها في المدخرات وكي أحباب لنا ضعفاء فقراء محتاجين للطعام والشراب ولضرورية الحياة فالإنسان أعطانا الله درس أننا تكون عندنا روح المبادرة الآن وليس غدا وربك كريم سبحانه وتعالى وأسأل الله أن يوفق الجميع ويبارك الجميع ببركة النبي الشفيع اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ونواصل أيها الأحباب الكرام واللحظة نتحول من الخميسات إلى أين إلى مركش معنا للحنان على السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إخويا بخير الحمد لله بنتي بارك الله فيك دورت لك أنا يلي كان دورتك شحالة دا قلتك شنس أعيشها ماءهم وطيد الموني وطيحوا علي الباطل أيها وشحام الحاجة شحالة دورتك وطيحوا علي الباطل بالسحر وحاجة اللي مشتلت يقولي يا زيتيها عقلت فشدورت لك شحالة أيها عقلت عليك بنتي حنا عقلت عليك الله يفرج عليك وفرج علي الله الله يجزيك بخير وطيحوا عليك بعضها قلبي وخا باقي وخا هذي أبشي اللي هذي الفاجئة الكبرى وخا قاعد شي وباقي هم في ذاك الباطل في ذاك شي ولكن أنا الحمد لله فرج علي الله على قلبي مرتاحة تنقول يا ربي حاجة وحدة واحد صديقة ليلتي قلت لها إن شاء الله أنا مشيت ومت ما نسامحهم مش نتلاقى معهم لهي وما نزدني أنا فايتة وقالت لي ما تقوليش بي نصولك لجزيك بخير قلت لي ما تقوليش ما نسامحهم مش كواشنا سينين صابرة ومت نقولش الواليدية وصابرة وفي الرخز يقولين ما نسامحهم مش لا إله إلا الله إياها بنتحنان لأ إله إلا الله وخا بنتحنان أه أه يا إياه بنتي دبال أن بقي وما زل في الغي دي لهم رغم هاد الفاجعة اللي وقعات وقعتك نرى وقع داك شوفوا الدار وحد الفاجعة كبرى وتهفينا وخرجنا بالرز وظنقة وباقي انتي يقولون غالي ياخدوا الجزاء لدال السحر لدال مو ينطق في داك التغوان دي لهم لا حول ولا قوة إلا بالله الله إلا ويهديهم أنا درت بالرأي ديالك بالنصيحة هي تنصطر وتنسكت مكان جاو أيها بنت أيها بنت ربي اللي غا يجازيك ربي اللي غا يجازيك وطان شكرك بثاف والله ما فتباش نشكرك طمئلي يا قلبي بثاف وحسيت بواحد الراحة واختي يقدروا واختي يقولوا تان ميك وتان دي داك شي اللي يجلشي يالله يجازيك بخير بعد قلبي فرجع لي الله نور لي بالإيمان وبقيش تنحس بك العصاب وتكش كله وبقيش تنحس به وطان شكرك بثاف لا أفوا بنتي وحسنا لا تستقلنا فجاء كوبرا تنشب موش نابئين الموت هاربين وصنقاء وبعد نطل صنقاء وباقين حنان حكي لي يا بنتي ديك اللحظة اللي وقع فيها ديك الزلزل ديك ساعة نأستي ولا مازال فيقاء لا تاني قولانا يكوني هنا أول مرة ما تنش بكري أول مرة كتو كوني هنا أست ويدين واندون ارتاح ولكن يالله في البيض هكيا وحسنا ذك الرأباش من الرأباش قنبولة مخططة تحت الطار وغادي نتجارة ونخرجوا الله كبر واحد تحت جاء كوبرا وصبح الله لقظيم زدنا الله في المر باش واحد يتوب ويدين ولكن وما باك في ذلك البطل ولكن خليت لهم الله والمياه مخططة أنا فكلا يجزك بي خير في تلك الدعاء جميع أخوالي ضيطه والأمرهم ونصدق إن شاء الله والوالي دي والله يجزك بي خير وتعني شكرك لا عفوة بنتي لا عفوة بنتي شكرا بارك الله فيك بنتي حنان بارك الله فيك شكرا لك ولا حول ولا قوة إلا بالله المفروض أن الإنسان من لك تعيش هذه الفاجعة أن الإنسان يتغير يتغير في الفكر دياله يتغير في السلوك دياله يتغير في نمط الحياة نحن مطالبين لأن نتغير لماذا استفدش من هذه الواقعة وما تغيرش يعني كأن شيئا لم يقع المفروض منتحنان إليك الإنسان كيتعرض للبلاء والاعتداء من طرف الناس أشغد لهم وش يسمحهم أم يسمحهمش هو ربي عز وجل تكلم لنا على الجواب للعادة الواقعة اللي قلتي وقال لنا بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال لنا وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجروه على الله الإسلام هو واقعي الشريعة الإسلامية الربانية لمصدرها إلهي هي واقعية عارف بأن النفس البشرية تأبى الظلم وترفض الاعتداء فلظلمك يخصي الظلم فلذا قال لنا وجزاء سيئة سيئة مثلها هذه الآية من النزلات كان من قبل الناس كانوا يسمعوا الدين المسيحي يقول من صفعك على خدك الأيمن فأذر له خدك الأيسر ومن جاء يسرق عشاءك فهذه غداءك يعني التسامح المطلق لكن هذك يسمو العلماء طوبوي خيالي صعيب مش أي إذن يقدر عليه إلي كان شي واحد زاهد وأنه من أولياء الله صالحين ما كيفكرش إلا بهذا المنطق أما البشر العادي بحالنا صعيب عليه الإسلام كان واقعيا وقال لنا وجزاء سيئة سيئة مثلها لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يرتقي بنا إلى الأعلى فأضف في الآية قال بعدها فمن عفى وأصلح فأجروه على الله فمن عفى وأصلح يعني وما ظلمك أنت بغتلت تعمل معهم بالعفو إن الله عفو كريم يحب العفو فاعفو عنا العفو ما هو العفو هو أكثر من التسامح التسامح ستسمح لي ولكن غدا تقول لي واش بقي عقل واش بقي عقل لنهار تظلمتيني واش بقي عقل لنهار مستيتي كارامتي دي ما كتذكروا بها هذا التسامح أما العفو هو قد نسى نهائيا وعمرك ما تذكر هات شي ما عمرك ما تقول لي واش عقلتي لكن هادرت لي كذا وكذا أبدا وعمرك ما تتعود للناس تقول لناس أيها الناس فلن رأي ذيك النار هو أنك كتسامح وكتنسى وكتبدأ الصفحة بيضاء من جديد وكتبدأ كتبدأ من جديد انتهى الأمر لا في الدنيا ولا في الأخيرة وفمن عفا وأصلح بعد العفو كيجي الإصلاح أنك أنت كتمددك الخير كتستقبل بابتسامة كتسلم عليه كتقدم له لأي حاجة في المساعدة كتتتودد إليه وكتدل الإصلاح فمن عفا وأصلح فأجره على الله ولا ربيعطك الأجر من عنده انتظر أن يعطيك بلا حساب إلا سمعتي فأجرك على الله معنى ربي من لغا يبغي يخلصك شوف غاشي باترون كان فيه الكرام وفيه الجود والإحسان من لك يبغي يخلصك انت كتبغي واحد القدر قليل وبكي يعطيك قدر أضعف مضعفة كتر من القدر لك تستحق هذا غا إنسان لكن فيه الكرام فما ظنك ما ظنك من اللي يكون الذي المعطي هو رب السماوات والأرض لي عنده خزائن السماوات والأرض فأجره على الله لدى ابنتي الإنسان هو الآن مخير لي بغا ينتاقم غا ينتاقم ما عندك لا أجر ما عندك لا تواب ما عندك لا إحسان ما عندك احتحاجة من الصالحات أما من أراد أن يفيد عنده الرزق والحسنات والبركات أنه كيعفو وكيحسن إنسان مخير يختار وشو يبغي الربح الحقيقي ولا بغا ينتاقم نفسه ويبقى ديما الفقير ديما محتاج طبعا الإنسان ميال إلى الربح فالمنطقة يقتضي هذا فمن عفا وأصلح وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يحث على أن الإنسان ينسى ويقول ما كان بس ويبقى الإنسان هذا الهم في قلبه يقوله علماء النفس يبقى مع الدب هذا معه جمرة في صدره حدك الألام وذيك الإهانات وذيك المواقف المحزنة كتعود بحل الجمرة في قلوبكنا في صدورنا هذا معك كتنعس بها وكتفق بها وكتأكل بها وتنعس بها وكتحرقك أنت اللول كتفق الدكريات الأليمة وكتلقموا لها عنده القلاق عنده التوتر عنده الوسواس عنده السكرية عنده ضغط الدم كتبان فيه أمراض مبكرة شنه هو السبب هذا معه ديك الجمرة دي الاعتدال اللي تعرض ليه والظلم اللي تعرض ليه نسى خلي يا عفا لده لسي واحد شي حاجة خيباء ربيره هو يسموه الحسيب والراقيم وانتا أقول الله يسامح إلا سامحتي غد تخلص من ديك الجمرة وغد شعر ربي غد يبدلك بها حلاوة في قلبك حلاوة في صدرك ثم يوم القيامة الله سبحانه وتعالى وعدنا أقواما يدخلون الجنة بلا حساب لأن الحساب عند رب العالمين يوم الحساب يوم عسير يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون احنا عمرنا كنعيش شغر ما بين الستين والسبعين وقليل من تجاوز ذلك أما يوم القيامة فنحن نعيش كل يوم بألف سنة وفي آية أخرى كخمسين ألف سنة فاصبع صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا هذا كليوم ذي الحساب كين لغا يبقى مئات سنين وكيد حسب من أين لك هذا عن شبابه فيما أبله وعن عمره فيما أفنه وعن علمه ماذا عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وكتنصب يوم القيامة محاكم المحكمة الأولى محكمة الدماء ذاك اللي اقتل من غير سبب محكمة كبيرة كيدخل لها وكيتحسب والمحكمة التانية محكمة الفروج والأعراض ذاك اللي كيدر علاقات جنسية وكيترتب على الحمل وكيعدوا أولاد زيناء ومشردين ولكن ينكرهم وما يعترف بهم وكيكون كيتطعن المرة في العرض ديالها وكيقول بي أن فاسقة أو الراجل كيتطعنوا في العرض دياله كيقولوا خائن صعيب هذا إن الذي جاءوا بالإفك أصبتا منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم هذه المحكمة ديالفروج والأعراض تيفيها أنت يتعطلوا بزاف مع الظالمين اكتروا العياد بالله ثم المحكمة التالية محكمة الأموال محكمة الأموال أن الله تلك يسأل كل واحد من المال اللي عنده من أين اكتسبته وفيما أنفقته وقال لي عنده المال الكثير غضيب قتل من مدة طويل كي تسأل وخح حلال وخح حلال كي تسأل كيقول لي هذ المال من جبته أعطينا إتباتات بأنك يجبتين من الحلل وأين أنفقته وانفقته في الحل أم لا هذو كل محاكم كتكون وقفهم إنهم مسؤولون وهذا الحساب عسير الشمس تدنو من الرقاب بمقدار الشبر والعرق يتسبب من الجبين حتى يصل إلى الأقدام ويصل إلى الركب ويصل إلى السر ويصل إلى الصدر كي غرقبين إنسان العرق ديالو كيعد بحلود عرق بحل النهر كيعدو قلس تصمدك الماء لواء ديالعرق كما قال الشاعر افرح فسوف تألف الأحزان إذا شاهدت الحشر والميزان وسال من جبينك المسيح كأنه جداو لتسيح هذا يوم القيامة لكن هناك صنف من الناس هاتشي كله معفيين منه هاتشي كله هاتسيناريو اللي قلناه معفيين منه ما غيرتحاسبوا ما غيرتحاسبوا ما غيرتقول لهم الله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون وما غيرتقول لهم فلان ابن فلان أي نعم قم لله رب العالمين ذا نداء الفزع هذا كله ما كينش وحد الفئة من الناس غدي يخرجوا من القبور مباشرة غدي القوا انفسهم عند أبواب الجنة من القبور إلى القصور وغدي القوا ما لائك حسان الوجوه يستبشرون ويقول لهم مرحبا بكم ادخلوها بسلام آمنين بلا فزع ولا حساب ولا عقاب ولا عتاب شكون هما هذو هما مجموعة من الأصناف من بينهم هذوك الناس اللي كانوا في الدنيا كي تسامحوا دا كل فيها الصفة دي العفو والتسامح فمن عفى وأصلح فأجره على الله هذاك يقول للملائكة أنت معلك لا حساب وما ما غن تحاسبه معك ما غنقول لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة ما غنقول لك لا مالك من أين كتسبتم فأنفقته وخنت عمر خطايا دا خطايا وقدرتي كده وفعلتي كده ولكن ما غن تحاسبه شمعك لاش لأنه كان في الدنيا ما كيتحاسبش مع الخلق لأنه كان في الدنيا متسامح يا ما طعنوه في كرمته يا ما ظلموه في سمعاته يا ما أخذ حقه يا ما مزاف دي الأمور وقعت له وما عدك قال لهم سوف سيدنا غن تبع لآية القرآنية فمن عفى وأصلح فأجره على الله أنا باقي الأجر من عند الله أنا ما باقي الأجر من عند البشار لأنه مع الدماء أن البشار هو ضعيف أنا باقي عند القوي الغني هؤلاء يوم القيامة كي قلهم الملائكة أدخلوها بسلام آمنين بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب فبغلتك بنتي حنان تكون من هؤلاء الناس أنك يا الناس قلهم الله يسمحكم وحاولت بعدي منهم كل ما قلت بأنك تبدل الدائرة ديالهم سنل المنطقة أخرى بعيدة نغير أي منطقة قلقت فيها الناس معهم الصراعات والخصامات نبدل نغير المكان إن أرض الله واسعة لكن إذا كان الإنسان مرتبط يترزقون ما وما يقلش يبدل أشغل يدير غيدير سياسة لاموبالات سياسة لاموبالات مفيدة أحيانا أنه ما كيسمع ما كيشوف أنا ديك العين والوضن اللي بها سنعرف الأخبار سنعرف هذا الظلم أنا سنبضعيني سنسدودني سنبدل البارابول للتجاه الآخر سنعيش مع ناس آخرين نقلب لأصدقاء آخرين مع ناس آخرين وهذا نعتبر ما كينيش ندير لا مبالت ومن البعض ربي سيحميك لأن الله تعالى لا يرضى لعباده الظلم إلا كان كيط الموك المرة اللولة والثانية والثالثة رأى الله تعالى وليك الدخل وملك الدخل الله تعالى يبعث لك جنودا من الأرض والسماء جنودا يحمونك ويدافع عنك ربنا يقول في كتاب العزيز إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور غير كنمطمئن ما تنتظرش بأنك ستبقى بوحدك ما تكوش أنا ضعيف خسنين شعند وكل مالي كنشد محامي من دير كادا راكين محكم ربانيا يوم القيامة وفي الدنيا الآن عاجلا كإن الله تعالى يدخل في اللحظة المناسبة إن الله يمهل ولا يهمل ولا يحق المكر السيء إلا بأهله وسعداتك يفعل خير لبقى نختم بها للا حنان وحد الحكمة كنا كان نسمحنا صغر أنا عن نفسي كتقول لي الأمي رحمها الله كذيما كتوصيني بها كتقول لي يا ابني كن مظلوما ولا تكن ظالما كن مظلوما ولا تكن ظالما هذه واحدة ثلاثين سنة كانت تونية في السلطة كبيرة مع مسؤولين كبار ويلا غنبدا وكن نقول لي نمشي ما نمشيش ندير ما نديرش وقالتي يأخذت الوصية وسير بها وما تخافش كن مظلوما ما تكنش ظالما وفعلا فعلا لدي التقييم هات السنوات التي مضت عشنا أحداث ووقع كثيرة ببركة هذه الوصية كان حمد الله وكان شكروه مرت الأمور بسلام وبخير وببركة وبتيسير وكان نقول يا ربي احنا فرحاني للقاء الله كان نقول لمشينا عند الله تعالى نكون ان شاء الله سعاداء للقاء الله كانت التفت خلفك ما تلقاش عندك مظلومين ولا عندك ضحايا ولا عندك كذا كتقول بلاكس انت كنت مظلوم انت كنت أخذ منك مالك انت أخذ منك كذا ولكن كتقول الله يسامح في الدنيا والأخيرة والعوض على الله وسبحان الله ربك يعوضك هنا في الدنيا هنا في الدنيا يعوضك تعوضات كثيرة حمد نقيار بشكرناك على ذلك والله يتجلى يتجلى بملكوته ويتجلى بعطائه ويتجلى بكرمه واذا اكرمك الله ادهشك اذا اعطاك الله ادهشك سبحانك سبحانك ما اعظم شانك اسأل الله تعالى ان يزرع في قلوبنا وقلوبكم جميعا الرضا بالقليل والقناعة بالقليل والاستعداد اليوم الرحيل نسأل الله تعالى ان يختم لنا ولكم جميعا بالحسنة انك سميع قريب مجيب شهد الله انه لا اله الا هو رب العرش العظيم لا اله غيرك تنزيها لوجهك وتعظيما لسبحات قدسك يا الله يا الله يا من دلت له رقاب الجبابرة يا من خضعت له مقاليد الفراعنة نعود بك يا ربنا نعود بكرمك من غضبك ومن نسيان ذكرك اللهم اجرنا من عقوبتك وسخطك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ان نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار يا ذا الجلال والإكرام اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل تأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اللهم أحسن عقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يا رحمن يا رحيم إن عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأترت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين اهدنا في من هديت وعافنا في من عفيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر وسوء ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تبارك ربنا وتعليت نستغفرك يا مولانا من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم طيب لنا كسبنا اللهم قنعنا بما رزقتنا اللهم يا رب العالمين نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحة وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت وعفوا عند الحساب ونسألك اللهم الجنة ونعيمها ونعود بك من النار يا رب العالمين نعود بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نجهل أو يجهل علينا أو نظلم أو نظلم نعود بك يا رب العالمين من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح اللهم إن نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل ونعود بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل اللهم يا رب العالمين استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض يا دلجلال والإكرام يا رب العالمين نسألك رضاك والجنة نسألك رضاك والجنة ونعود بك من سخطك والنار يا رب اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار اللهم يا رحمن يا رحيم اللهم أضلنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك أضلنا يا رب تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم كن معنا يوم القيامة يوم الحسرة والندمة يوم يرى كل إنسان عمله أمامه اللهم كن معنا إذا وارانا الأهل والأحباب وصار مثوان تحت التراب بين الدود والتراب اللهم ليس لنا إلا أنت يا مولانا يا أمان الخائفين يا رجاء القانطين يا مالك الملك يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما اللهم يا رب العالمين تبتنا إذا جاءت الطامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه اللهم يدى الجلال والإكرام بيد وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم بيد وجوهنا ولا تخزنا بين عبادك ولا بين يديك يا أرحم الراحمين اللهم تبت محبتك في قلوبنا وقوها يا رب العالمين اللهم يا حنان يا منان نسألك فعل الخيرات ونسألك ترك المنكرات ونسألك حب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا اغفر لنا ولجميع موتانا وأنة المسلمين اغفر لنا ولجميع موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم عافهم واعف عنهم واغفر لهم وارحمهم وأكرم نزلهم موسع مدخلهم وألحقنا بهم مؤمنين غير خبايا غزايا ولا مفتونين يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم اللهم يا رب نسألك أن ترفع ذكرنا وتضع أوزرنا وتصلح أمورنا وتطهر قلوبنا وتحصن فروجنا وتنور قلوبنا وتغفر لنا دنوبنا ونسألك الدرجات العلا في الجنة اللهم يا رحمن يا رحيم يا ودود يا عظيم نسألك يا ربنا في هذه الساعة المباركة أن تحفظ أولادنا وبناتنا وجميع شبابنا يد الجلال والإكرام اللهم يا رحمن يا رحيم اغفر لنا ولهم وأصلحنا وإياهم واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم يا دل الجلال والإكرام يا رب العالمين اختم لنا بالحسن بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله آمين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله